مع اقترابنا من شهر مايو كل سنة بيقتر القلق والتواتر في أغلب البيوت المصرية وده طبعا بسبب دخولنا لموسم الامتحانات واللي بيسبب في شدة الأعصاب وكثير من الدغوطات النفسية على الأهالي قبل الطلاب والحقيقة إنه حالة القلق وشدة الأعصاب دي ما بقتش مقتصرة بس زي زمان على المراحل الدراسية المهمة زي السنوية العامة مثلا ولكن بقينا نشوف حالة طوارق في كل بيت مصري تقريبا في أي امتحانات ولأن فعلا امتحانات بقت فترة صعبة جدا وخصوصا على الأمهات واللي أكيد علاقهم ده بيتنقل لأولادهم اللي هم أصلا القانين